اللي أنا كتبولك على الصورة المصغرة ده ده حقيقي فعلا مش مضلل وده فعلا حصل 20 ألف مشترك في أقل من ساعة تقريبا تابع معي الفيديو ده عشان أعرفك الأسرار ديت والأشياء ديت وإزاي الناس دول بيجيبوا مشتركين بهذا الشكل وإزاي بتلاقي فيديوهات لقنوات طبخ بيجيب 100 ألف و 200 ألف ومليون مشاهدة وفيديو عادي جدا إزاي بيعملوا الكلام ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب اكونوا بخير وسعيد دايما أهلا بكل متابعين القناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم وأسرار اليوتيوب والربح من إنترنت وشرحات برامج ومونتاج ركزوا معي عشان أعرفكم حاجات كده وأسرار وأشياء في بعض منكم عارفها وفي البعض مش عارفها يعني حتى لو أنت هتعملها أو مش هتعملها فخليك تبقى عارفك عشان انت بزاكي عشان لما يدخل عند قناة أكلات والقناة تلاقي فيديوهاتهم بيجيب مئة مشاهدة وخمسين مشاهدة وتلاقي عندهم فيديو جايب مليون مشاهدة خمسمائة ألف فأنت تستغرب لا أنا عرفك ومش جاي من إعلان ممول ولا جاي من شيء يعني عرفك أنا الحاجات دي جايه إزاي مش معنى كده أن أنا بقولك تطبق الكلام ده ولكن بقولك عشان تعرف المعلومة القناة اللي أنا عارضها جنب منك دي عدد مشتركين وكان 12 ألف مشترك 12 ألف مشترك زي ما بقولك كده بالضبط قناة بتاع التقنية زي حالتنا كده بيرفع الفيديو بيجيب إيه يعني على حسب مشتركين قناتي دوله 100 مشاهدة 200 مشاهدة المشاهدات العادية يعني قناة تقنية وانت عرف ان احنا عنده في الوطن العربي مش مهتمين أو بالبرامج والمونتاج والحاجات دي كان عنده 12 ألف مشترك عمل بث مباشر لمباراة اللي هي بتاعت السعودية اللي كانت شغالة النهاردة مباراة السعودية اللي هي اتهزمت فيها من المكسيك وطبعا تحياتي طبعا للمنتخب السعودي للشغل اللي عملوا كويس جدا وفازوا على الأرجنتين والصراحة عملوا مجهود وعملوا شغل كويس جدا في كأس العالم قطر 2022 فتحياتي لكم والحمد لله بقى عندنا فريق عربي قوي موجود وان شاء الله يشارك في كأس العالم القادم ويكون مؤثر أكتر من كده وأفضل من كده المهم الأخ ده هو تصاحب القناة ده هي اتعامل بث وباشر لمباراة وكان شغال البث وأنا نفسي كنت بتفرج أو بشاهد على المباراة ده هي تصراحة على قناته تمام كده يعني أنا شايف ومتابع كل شيء وعمل كل شيء ياخد سكرين يعني أنا متابع الموضوع على شارة ما شوفه الموضوع هيوصل لفين لأن أنا متأكد أنه ياخد انذرات والمباراة هتتوقف وهو شغال لأن ديها حاجة مخالفة الهما بعد شوية وصل عدد مشتركين قناته لـ 26 ألف مشترك ومازال البث مستمر وصل عدد مشتركين قناته في هذا البث المباشر لـ 32 ألف مشترك 32 ألف هو كان كاتب كده في البث المباشر أرجو الاشتراك في القناة علشان حلمي أن أنا أصل لـ 30 ألف مشترك وصل لـ 32 ألف مشترك وزي ما أنتم شايفين كده هذا الفيديو غير متوفر الفيديو غير متاح لم يعود هذا الفيديو متوفرا بسبب مطالبة TMG ما عرفش تقيم جيدا الصراحة بتاع إيه المهم يعني مخالفة حق طبعه نشر وتوقف البث المباشر بدأ أنه يعمل إيه كمان ما استكفاش بكده راح جاي عمل بث مباشر تاني وطالح تاني بعدها بثواني بعد شوية والبث المباشر شغال راح جاي مخالفة تانية قال لك برضو هذا الفيديو غير متوفر وقال لك تم إزالة هذا الفيديو بسبب مخالفة أو مخالفته سياسة اليوتيوب بشأن المحتوى غير المرغوب فيه والممارسات المضللة وعمليات الخداع في المرة التانية لما عمل بث مباشر جاله بقى تقال لك إيه كده ظهر قدام إيه الفيديو غير متاح لم يعد هذا الفيديو متوفرا بسبب مطالبة الفيفا بحقوق الطبع والنشر دي ات مخالفة تانية فكر أنه يعمل بث مباشر تالت يعني تالت مرة يعني برضو ما استكفاش وعايز يعمل بث مباشر تالت مرة ما عاربش يعمل المرة دي بث مباشر تالت مرة والقناة توقفت على كده وهو طلع في فيديو قصير بعدها وقال لك أن أنا بعتذر عن توقف البث المباشر لأننا يعني عملولي حظر لمدة 28 يوم يعني مخالفات جات له بهذا الشكل جات له انذرات ومخالفات أي أن كان جاله إيه على قناته بسبب أنه لم يلتزم بأنه يقدم محتوى حصري وبيعمل بث مباشر للمباريات طيب دي كانت قناة تقنية طبعا بيضمر قناته بنفسه هو مبسوط بعدد المشتركين اللي بيجوله طيب عدد المشتركين دول أولا المشتركين دول مش يكونوا متفاعلين مع المحتوى بتاعه لأن هم أصلا جايين عن طريق بث مباشر لمباراة فهم مهتمين بالحاجات التانية خالص يعني وبعدين بعد كده يبدأ اليوتيوب يلغيهم كمان يعني مش يكونوا أصلا متفاعلين معك فاليوتيوب يبدأ أن هو يلغي اشتراكاتهم وفعلا بعد انتهاء البث مباشر بشوية بدأ المشتركين بدأ المكان و32 ألف وكذا بدأوا يقلوا عنده عدد المشتركين لأن بيبدأ أن هم اليوتيوب يشوفوا أن هم غير متفاعلين وجايين من مكان واحد كلهم في نفس الوقت كده فيبدأ اليوتيوب يلغيهم المشترك اللي هو جاي يكون جاي حقيقي يكون مهتم بمحتوى قناتك ما تعملش حاجة على قناتك أولا تكون مخالفة انت لو هربت من حقوق طبعه النش مش هتهرب من سياسة المنتدى في اليوتيوب فأنت هتتمسك هتتمسك امشي عيد الى احتار عدوك فيك طيب لقيت برضو قنوات طبخ عملين الكلام ده وعملين بث مباشر وأول ما بينتهي البث المباشر للمباراة بيبدأوا أن هم يكونوا مجهزين فيديو عندهم بيبدأوا أن هم يدخلوا وراء البث المباشر طبعا بيجي لهم في أثناء البث المباشر ده كان حاضر عنده على فكرة بتاع 150-160 ألف الأخ ده والأخت التانية ده برضو قد حاضر عندها حوالي ممكن عشر تلاف خمس عشر 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 ألف متابع أو مشاهد أثناء البث المباشر فالفيديو أو البث المباشر قبل ما ينتهي راح تحط فيديو للأكلات فيديو طبخي يعني بتشرح طبخه وراح تدخلها مغيرة للعنوان وراح تعملها بقى بتروح حسفة الجزء بتاع المباراة بتدخل بسرعة طبعا لأن يعني ايه بتبدأ تدخل بسرعة بعدها كده وتروح حسفة الجزء بتاع المباراة كلها وتسيب ايه وتسيب اللي هو الأكلة بتاعتها بس اللي هي ثمان ده خمس دقايق كل المشاهدات بتكون موجودة على الأكلة بتاعتها وغيرت الصورة المصغرة والعنوان وكل شيء لما انت سيادتك تدخل بقى القناة تلاقي ايه الفيديو بتاعها ما شاء الله ترند وفيه ناس فعلا بيركبوا الترند بالموضوع ده بيبدأ ان هم يحطوا فيديو بعد البث المباشر وتلاقيهم في سفحة الترند في الاصلا اصلا ما كانش بث مباشر لأكلة يعني هل يعقل ان فيه أكلة بث مباشر أكلة لقناة عادية جدا القناة التانية بتاعة الاختة دي قناة عادية جدا يعني فيديوهاتها بتجيب مئة مشاهدة وخمسين مشاهدة يعني اكتر فيديو شفتوا عندها كان جايب تقريبا مئتين مشاهدة الفيديوهات دي بقى كلها اللي هي جايبة مشاهدة عندها اللي هي بتاعة بث مباشر وجايبة بقى ايه بقى تلتمائة الف خمسمائة الف مشاهدة طبعا عدد مشاهدات يعني عالي جدا طبعا تمام ليه قناة عدد مشتركين هؤليلين وكل فيديوهات بتاعة البث المباشر فقط هي اللي جايبة مشاهدات فهي بتبدأ انها تحزي في الجزء ده كله فبيتبقى عدد المشاهدات على الايه على الفيديوهات اللي هي بتاعت ايه بتاعت الاكلة اللي هو اصلا كان في الاصل بث مباشر وهي حزفيته فبيتبقى اللي هو الاكلة زي ما انت شايف كده طبعا هيجيلها مخالفة حق طبع ونشر هيجيلها انذار قناتها تتأفل يعني هيحصل مشاكل في قناتها لانها مخالفة اصلا لليوتيوب لانها مش بتقدم محتوى حصري وكمان اضيف على ده كمان انها فيها حرمانية لان انت بتعمل بث مباشر لحاجة مش ملكك هو انت الحاجات دي تتم مصروف عليها ملايين عشان يتم بثها فده كل مخالف يا جماعة فانا انصحكم ان انتم متعملوش الكلام ده متفرحوش بعدد المشتركين قناتك ديت انت بتتعب عليها فانت قناتك ليه تعمل عليها حاجة مخالفة وحاجة اصلا مش هتنفحها كمان بتعمل الكلام ده ليه وعايز الليقوا على حاجة فيه ناس بقى بتعمل ايه كمان? بتلاقوا انتم كده على الفيسبوك والكلام ده بشوف انا الحاجات ديت يقول لك مثلا ايه? عايزين قناة للبيع قناة عليها الف ومشترك او خمسين الف او مت الف الهم يكون ايه مفعلة تمام كده? علشان ياخدوا يعملوا بيه حاجات من دي بحيس لو اتقفلت خلاص مش مشكلة اشترى قناة بمبلغ معين اهي راحت عليه وخلاص مش مشكلة فيه ناس بتحبش تعمل الكلام ده على قناة الاساسية تمام كده طبعا ده كل مخالف يا جماعة مقولوش اي قيمة وانت كمان بتكسب من الحرام هيجيلك طبعا ارباح هيجيلك ارباح كتير يعني الفيديو لو عد معاك وكمل معاك وانت حزفت المباراة وخليت الفيديو بتاعك هتلاقي الفيديو بتاعك طبعا لو خلتك مفعلة هتلاقي عليه ارباح كتيرة جدا يعني ممكن يجيلك الف دولار الفين دولار بس في البث المباشر وانا شفت بالكده ناس كانوا صفحة الترند بهذه الطريقة وهتلاقي الموضوع تلاحظوا ازاي انت باع عشان لما يدخل كده تبقى انت واعي وزكي كده ومشغل البطيخة اللي فوق ديت هتلاقي عند الاخت ديت او عند الاخ ده هتلاقي الفيديوهات اللي هي جابة المشاهدات هي فقط فيديوهات البث المباشر فيديوهات البث المباشر لانه بيبقى حضر عنده 150-200001 في البث المباشر فبعد انتهي البث المباشر بيكون الفيديو مثلا جايب نص مليون مشاهدة جاي مليون مشاهدة فتعرف ان ده كان بث مباشرة لمباراة تمام كده دي تلعب الناس بتعملها ودي مخالفة ولا انصح اي حاب دي اعملها تمام كده انت تطلع وتحلل انت بنفسك ما باش اي مشكلة تطلع وتقول النهاردة تشكيلة مباراة كذا وكذا كله ما باش مشكلة لكن اللي بيحصل ده اه كأس العالم في قطر يعني حاجة كويسة جدا وحاجة طرفيه وكلنا مستمتعين نحن من شهد المباريات ولكن ما تعملش حاجة مخالفة وللقنوات الرياضية المهتمية بالمحتوى الرياضي حاجة كويسة جدا ان انتوا فعلا تكبروا قنواتكم في الفترة دي فترة يعني انتهزوا الفرصة ولكن يكون بحاجة قانونية وحلال ان انا اطلع وحلل واجب تشكيلة المباراة ممكن اعرض جمي مني حاجات كده صغيرة موضوع ملخصات المباريات اللي التمن داي وده الخمس زاقي اللي بيتم نشرهم على اليوتيوب دول كل الناس اخدهم وتحطهم عندهم كل الناس وكل الناس بجال انذارات اكثر من قناة يمكن نص القنوات اللي في المحتوى العربي اللي بتعمل حاجات مخالفة من دي جالهم انذارات ومخالفات في هذه الفترة تم كده فطبعا انتوا عارفين ان تلات انذارات في خلال تسعين يوم الانذار التالت بيقفل القناة للابد وحيانا بيكون اصلا مكتوب لك كده غير مسموح لك بانك تعمل قناة تانية بيكون مكتوب لك كده وانا شفتها وعرضت لكم الحاجات دي قابلي كده حتى لو انت تقولي بقى تغير ان انت غير الموبايل انت وحظك لو تم اكتشافك هيبقى هيقفلوا قناتك التانية والتالتة والرابعة فليه ان انت تعمل مشكلة ان نفسك بحاجة مخالفة ليه انتوا تحب تشتغلوا في المخالف ما احنا ما عندناش مشاهدات هوك ما انا اقدر اعمل الكلام ده انا اقدر ان انا اعمل هل انا مقدرش اعمل الكلام ده ببرنامج او بي اس بالكمبيوتر والكلام ده كله اقدر اعمل الكلام ده وممكن اعمله على قناة تانية مش قناة الاساسية كمان ولكن احنا نعمل حاجة بخلفة ليه خلينا شغالين عدل علشان الاعداء يحتاروا فينا تمام امشي عدل يحتار عدوك فيك فانت يعني انا مش طالع اشمت فحد ولا اي شيء انت خد القرار اللي انت عايزه بس ما ترجحش بعد كده تدخل على اي قناة شروحات او تدخل عندي احد وتقول ايه وتقول هو انا ليه خدت انذار او ان انا رجح قريتي ازاي وان انا اعمل قناة تانية ولا ما ينفعش ما تدخلش نسأل السؤال ده لان انت اللي بتعمله بنفسك انت اللي بتعمله بنفسك احنا كلنا ما عندناش مشاهدات ومع ذلك احنا بنرفع فيديوهات وبنتعب وشغالين فما تدخلش انت تاخد مشاهدات ليست من حقك انت بتاعت اكلات ليه دخلة تعمل المباراة والكلام ده كله خلاص اعملي قناة اه رياضة وكده وطلع تكلمي بنفسك لو حابة تعمل الكلام ده تظهر جمي منك صورة ميسي صورة محمد صلاح وانت بتتكلم وتعلق وتعمل وتقول قصة حياته اعمل اللي انت عايز اطلع بنفسك وتكلم وما اه تقوله وما تقوله اكثر مما ستستخدمه علشان يكون استخدام عادل يعني انت هتظهر جمي منك حاجة انا مسلا ازهرده حاجة جمي مني مسلا تمام كده الحاجة ديت مش هي التأثير الاساسي في الفيديو الاساس هو انا وعرضت لكم وابل كده قناة يعني ما شاء الله بتركب التريند على طول لواحد بيشتغل في الموضوع ده مهتم بالرياضة والكلام ده قناته ما شاء الله كبيرة جدا وقناة على طول كل تريند بيالقله فيديوهات وشغال بيطلع يحلل ويعمل وحد فعلا مثقف رياضيا جدا يعني عنده ثقافة في الرياضة جبارة الصراحة وما شاء الله وشغال كويس جدا عادي بزر جمي منه صور وحاجات ممكن فيديوهات كده صغيرة جمي منه لكن هو بيطلع بنفسه وبتكلم هو الاساس في الفيديو وما يستخدمه معاه هو ده شيء قدشنا على الفيديو شيء اضافي على الفيديو فهمتوا ازاي ما يبقاش الاساس هو الحاجة وانت حاجة اضافية عليه لأ ما ينفعش مهما تعمل بقى ان انت تغير في ابعاد الفيديو مهما تعمل في الحاجات دي كلها وعمت تفكر ان احا مش عارفينها يعني تاخد مسلا بصر بشر وتبدأ تتكبر شوية تقلل شوية تغير في الصوت تعمل الحاجات دي كلها تظهر كل شوية اشتركوا في القناة توقف كل شوية الشاشة الحاجات دي كلها احنا عارفينها ومتميزين فيها لو احنا عايزين نعملها الحمد الله ولكن لا انصح بان انت تعمل اي حاجة مخالفة على قناتك علشان تكسب بشيء قانوني وحلال تحياتي لكم والغرض من الفيديو ده هو توعية لكم سواء ان انت تعمل بس مباشرة لمباراة سواء انت تعمل مباراة كرة القدم سواء ان انت هتعمل ملخصات المسلسلات وافلام كل ده مخالف الشيء القانوني مية في المية هو انك تطلع بنفسك زمانة طالح كده وبتكلم دلوقتي ممكن استخدم اشياء بسيطة ولكن برضو ما هياش امان مية في المية شوف انا بقول لك ايه ما هياش امان مية في المية الامان مية في المية ان انا كل شيء يكون حصري وانا مصوره وصوتي انا اللي طالع والكلام ده كله او حتى لو انا هعمل زي بتوع الاكلات كده ان انا ايه هبدأ ان انا يعني يكون صوت واشياء انا بصورها بنفسي زي الاكلات ما باش اي مشكلة ما اعرض يكون حصري لو انا يعني لو انت فكرت انك تستخدم حاجة بسياسة الاستخدام العادي اللي هو انك تستخدم حاجات صغيرة جنب منك ويكون شيء اضافي على الفيديو وميباش اساسي على الفيديو موسيقى من مكتبة الصوتيات المجانية في اليوتيوب كل حاجة يكون حصرية يا جماعة ميباش الفيديو كل انت طالع جايه فيديوهات مجمحها من التيك توك ولا مجمحها من على مواقع مجانية وطالع تقول ايه وطالع حلط عليها صوتك والفيديو كله كاملا شغال بفيديوهات زي كده لا اممكن ازر حاجات صغيرة جنب مني يعني حاجات بسيطة جنب مني عشان يكون استخدام عادل خلاص اهم الفيديوهات اللي انت تفيدك في صناعة المحتوى سيو اليوتيوب انشاء قناة وتنسيقها وتأمينها وكل الاشياء دي كلها هكون موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت تحياتي لكم اعمل اللي انت عايزه على قناتك براحتك انت حر لكن النتيجة انت اللي تتحملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته